أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين خمس وعشرين واحد القمر ما زال في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج وبكون القمر برضو انتقل من الجوزاء للسرطان في ساعة المساء طبعا من الآن لغاية ساعة المساء القمر رح يظل متواجد في برج الجوزاء في هاي الفترة جميع الأبراج دون استثناء بننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم والتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية عند زاوية وحيدة اليوم هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 17 دقيقة صباحا فبنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعدها بيبدأ خلو المسار خلو المسار للقمر رح يبدأ في تمام الساعة 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج يعني بتوقيت الأردن الساعة 17 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني الساعة 58 دقيقة مساء ودائما خلو المسار هذا بيصير لما بتصير أن القمر بيصير في درجات ما بيشكل زوايا مع الكواكب الرئيسية وبكون في مرحلة انتقال فهاي الفترة اسمها خلو المسار وهذا بعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وهذا الإشي في ناس بتسأل بتقولك طب أنا عاقد النية مع شخص أو متفق مع شخص أوقع على عقد أو أبدأ أعمل أو أشتري بيت واتفقنا في هذا الوقت وطلع هذا الوقت خلو المسار الآن إذا أنت متفق ما قبل خلو المسار وناوي وعازم الأمر ما قبل خلو المسار أنك تعمل شيء فبتعمل في فترة خلو المسار هو استكمال لحال أما أنك تعقد النية على الأمر في فترة خلو المسار وتنفذه فهذا يعني شيء يعني بيكون سلبي طبعا القمر زي ما حكينا أنه الساعة 6.51 دقيقة مساء يعني الساعة 8.51 دقيقة بمساء 8.51 مساء بتوقيت الأردن 6.51 مساء بتوقيت جرينيج بيصير القمر انتقل واستقر في برج السرطن فمنشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جوم من الأمان إلنا ولا أحبانا ومنميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أنه ممكن نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام بالفترة هاي علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بما أنه القمر رح ينتقل للسرطن فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الأربعة 27 واحد رح يبدأ في تمام ساعة 5 و 54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي يعني لليوم الخميس 28 واحد لغاية الساعة 22 و 54 دقيقة صباحا لينتقل القمر لبرج الأسد بالنسبة لعمر القمر القمر المحدب 12 يوم في تمام الساعة 11 و 59 دقيقة مساء ظهرا يعني بصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18 اثنين منتحسي بنسبة 40% القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطن في المساء ورح يفضل فيه لغاية 28 واحد سعيد بنسبة 40% عطارد في الدلو حتى يوم 30 واحد سعيد بنسبة 15% الزهرة الزهرة في الجدي حتى يوم 1-2 سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% أورانس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات القصيرة بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهمش أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسي في التفاوض ممكن تكثر عندك اليوم الزيارات والتنقلات برج الثور تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق حاذر تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل اليوم بمسائل مالية متنوعة برج الجوزة انتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها تلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقاع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب هاي الفترة وبتتوضح لك بعض الامور بانتظارك لقاء مرحلة جديدة برج الصرطان بنا للتعب منكم لليوم الثاني على التوالي لغاية ساعة المساء ولكن طيلة النهار يعني من الان لغاية ساعة المساء ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الاجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعالات خذ قسط من الراحة لانه ممكن تعيش لحظات صعبة حاذر من الفشل والالتباس او التراجع الصحي برج الاسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد احدهم يعني لن تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة او تدخل احدهم استشير اهل الاختصاص ممكن تطمئن مخاوفك وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك اهم اشنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج برج راءة واتجنب الامتحان الكلام القارص برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بدو يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الاخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغالات والادارية اهمش انك تحاذر من المتاعب الصحية برج العقرب ادخل التعديل المطلوب على اموركم المالية المشتركة وسارع لترتيب اوراق وملفاتك ممكن تحتاج لخبرة احدهم لانقاذك من ورطة لا تبقى وحيد ولا تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الاخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسئوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة تعتبر من اصعب ايام الشهر اهمش انك ما تخالف القوانين ولا تكون ساخر مرج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبه لصحتكم حاذر من تراجع صحي وباكر لعملك واترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الامور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة اذا كنت مستعد لذلك برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح لكنك ممكن تضطر لمساعدة احد اولادك او احباءك وممكن يفاجأك احدهم بالوقوف لجانبك فكون شاكرا له وما تنسى رد الجميل برج الحوت تنهمك بامور الهاصلة بالبيت والعائلة حاول انك تخصص وقت لا يعني للعائلة ولا شؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الامور وعلى الاشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم او شك في مسألة معينة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة